موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة العشرين من منهاج اللغة العربية والتي سنتناول فيها الأفعال والحروف الناسخة فابقوا معنا مهارات نحوية اثنان الأفعال والحروف الناسخة السؤال أكمل الخريطة الذهنية بالمعنى الذي أفاده كل فعل ناسخ كان وأخواتها فكر معي قليلا نعم أحسنت كان التوقيت المطلق صار التحويل ليس النفي ضل التوقيت في النهار أصبح التوقيت في الصباح أضحى التوقيت في الضحى أمسى التوقيت في المساء بات التوقيت في الليل ما زال الاستمرار ما دام بيان المدة أما السؤال الثاني أكمل الخريطة الذهنية بالمعنى الذي أفاده كل حرف ناسخ إن وأخواتها أيضا فكر معي قليلا نعم بارك الله فيك إن التوكيد أن التوكيد كأن التشبيه ليت التمني لعل الترجي لكن الاستدراك ننتقل الآن إلى التطبيق والسؤال أختار مما بين القوسين فيما يلي معنى الحرف أو الفعل الناسخ في الجمل الآتية الجملة ليس المؤمن كذابا تفيد ماذا؟ الاستمرار أو التحويل أو بيان المدة أو النفي نعم تفيد النفي السؤال أختار مما بين القوسين فيما يلي معنى الحرف أو الفعل الناسخ في الجملة الآتية لعل الأبناء لعل الأبناء يبرون آباءهم لعل تفيد هنا الترجي أم التمني أم التوكيد أم الاستدراك فكر قليلا نعم تفيد الترجي السؤال الثاني أقرأ الجمل التالية وأحدد اسم الفعل الناسخ وخبره ونوع الخبر فيما يأتي ضل الطبيب يعالج المرضى الإسم نعم الطبيب والخبر نعم يعالج نوع الخبر جملة فعلية لأن الخبر فعل يعالج الجملة التي تليها أصبح ناجح في سرور الاسم الناجح الخبر في سرور نوع الخبر شبه جملة جار ومجرور ما زال المتسامح نفسه راضية الاسم المتسامح الخبر نفسه راضية نوع الخبر جملة اسمية إذن هكذا الإجابة السؤال الثالث أقرأ الجمل التالية وأحدد اسم الحرف الناسخ وخبره ونوع الخبر فيما يأتي إن العلماء ورثة الأنبياء الاسم العلماء فكر في الخبر قليلا أحسنت ورثة نوع الخبر مفرد ليت المرضى تحت السيطرة الاسم نعم المرضى الخبر تحت السيطرة نوع الخبر شبه جملة ضرف مكان وأخيرا لعل الله يرحمنا فكر قليلا فكر قليلا نعم الاسم الله الخبر يرحمنا نوع الخبر جملة فعلية السؤال السؤال الرابع أضبط ما تحته خط في الجملتين التاليتين ضبطا صحيحا الجملة إن النجاح سبب للسعادة الجملة الثانية ما زالت الأمهات رحيمات فكر قليلا بالإجابة نعم إن النجاح سبب للسعادة نصبت لأنها اسم إن ما زالت الأمهات رحيمات نصبت لأنها خبر ما زال السؤال الخامس أدخل على الجملة الإسمية التالية حرفا ناسخا وأغير ما يلزم الصديقان المخلصان متحابان هيا فكر قليلا نعم إن الصديقين المخلصين متحابان السؤال السادس السؤال السادس أوظف كلمة مهذب في جملة من إنشائي بحيث تأتي خبرا مفردا منصوبا صار الولد مهذبا أحسنت السؤال السابع استبدلوا بالحرف الناسخي في الجملة التالية فعلا ناسخا يفيد الاستمرار مغير ما يلزم الجملة إن علماء العربي مبدعون فكر قليلا نعم ما زال علماء العربي مبدعين السؤال الثامن أصوب الخطأ النحوية في الجملة الآتية إن المؤمنون إخوة أين الخطأ؟ نعم إن المؤمنين إخوة ننتقل الآن إلى الممارسة السؤال أصوب جملا اسمية بدأت بالأفعال الناسخة مع مراعاة التنوع في حالة الخبر ثم أقرأها قراءة صحيحة فكر قليلا نعم نعم ليس الكسول محبوبا ضل الطالب يذاكر دروسه ما زال القرآن إعجازه متجدد صارت الطائرة بين السحاب السؤال التالي أصوب جملا اسمية بدأت بالحروف الناسخة مع مراعاة التنوعي في حالة الخبر ثم أقرأها قراءة صحيحة فكر أيضا قليلا أحسنت إن الله غفور رحيم لعل المريض يشفى من المرض علمت أن الخيانة عاقبتها سيئة إن الإيمان في قلوبنا وفي نهاية هذه الحلقة نكون قد تعرفنا إلى الحروف والأفعال الناسخة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة